بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات من أجل التحضير الجيد للامتحان الوطني الموحد للباكالوريا أقترح عليكم هذا الامتحان السابق للسنة الماضية للدورة العادية 2021 لمادة التاريخ والجغرافية لشعبة الأداب والعلوم الإنسانية طبعا أنا هنا في هذا العرض أنا فقط أستأنس معكم قراءة هذا الامتحان الوطني وما أنصحكم به خذوا ورقة مستقلة وعند كل سؤال حاولوا أن تجيبوا عن ذلك السؤال بعد ذلك سوف أضع لكم عناصر الإجابة بعض التلميذ يقولون لي أنه لا فائدة من هذا العمل الفعل العمل الذي أقوم به ليس فيه فائدة أكيد طبعا هناك تلميذ لا يحتاجون إلى هذا العمل قد يتوفر لديهم الامتحان الوطني وينجزونه أو يطالعونه فقط إنما ما أقوم به هو في الواقع أساسا كان بطلب من بعض التلميذ فأنا أستأنس معهم قراءة الامتحان الوطني يعني قد يأتيكم الأمر غريبا أن هناك بعض التلميذ يجدون أحيانا الملل يجدون حتى صعوبة في قراءة أو مطالعة الامتحانات السابقة يأتيهم الملل يأتيهم لا أدري يعني لا يجدونك يعني أنا ما أقوم به هنا هو الاستئناس مع التلميذ في مراجعته للامتحانات السابقة يعني من خلال هذا العرض أو هذا الفيديو فقط يعني وطبعا هذا مفيد لبعض التلاميذ التلاميذ آخرين يرون أن هذا العمل ليس بما أنني لا أشرح طبعا من الصعوبة بما كان أن أقوم بشرح كل التمرين على حدة هذا سيأخذ وقت طويل ويحتاج إلى برنامج يعني يحتاج إلى برنامج عاما ليشرح مختلف الدروس ويعني القيام بتمرين مرتبطة بالتاريخ والجغرافية لذلك أنا فقط من باب الاستئناس فقط من باب الاستئناس يعني أعرض عليكم يعني أعرض الامتحان الوطني الموحد الباكالوريا أطلب منكم أن تأخذوا ورقة مستقلة يعني عندما أقرأ كل سؤال أخذوا ورقة مستقلة وضعوا بوز وحاولوا أن تجيبوا عن ذلك السؤال يعني من باب التمرين ثم أستمروا في الفيديو حتى أعرض الامتحان كاملا طبعا يعني ينبغي على التلميذ أو المرشح للباكالوريا يعني أن يطلع على الامتحانات السابقة من باب التحذير الجيد لكي لا يتفاجأ بأسئلة من طبيعة مختلفة لأن في الغالب شكل تقديم الامتحان هو نفسه الاختلاف يكون فيما هذا يكون في أحيانا هناك دروس يعني يعتمدون عليها في الامتحان ودروس أخرى يعني ربما هناك مسألة التناوب وأحيانا الدروس التي هي أكثر أهمية يعني أنتم مطالبون بالبرنامج كامل أنتم مطالبون بالبرنامج كامل ولكن الذي يضع على الامتحانات يعني في الواقع ينبغي أن تعرفوا كيفية وضع الامتحان يعني هناك من ثلاث إلى خمس امتحانات من ثلاث إلى خمس امتحانات يتم تقريرها وهذه الامتحانات يعني تأتي على الدروس كاملة ولكن في الأخير ربما عن طريق القرعة أو عن طريق الاختيار يختارون امتحانا واحدا هو الذي يتم طبعه وإرساله إلى مختلف الأكاديميات بالتالي فأنتم مطالبون بجميع الدروس تراجعون جميع الدروس ولكن شكل طريقة تقديم الامتحان هي نفسها إذن نبقى الآن مع هذا الامتحان الوطني الموحد إذن نبتدئ بمادة الجغرافية وعليها عشر نقاط عشر على عشر إذن مادة الجغرافية الاشتغال بالوثائق اقرأ بتماعون الوثائق الأربع الآتية لإنجاز المطلوب إذا لدينا الوثيقة واحد نصيب القوى الاقتصادية الكبرى من صادرات وواردات المواد المصنعة عالميا سنة 2017 إذن كما تلاحظون لدينا القوى الاقتصادية الأهم في العالم الالتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية الصين واليابان إذن كما تلاحظون صادرات الالتحاد الأوروبي 38.9% والواردات إليه هي 32.8% الولايات المتحدة الأمريكية صادراتها 9.4% والواردات إليها 14.1% الصين صادراتها 17.8% والواردات إليها 8.8% اليابان صادراتها تقلصت إلى 5% والواردات إليها أيضا تقلصت أيضا إلى 3.1% مقارنة بسنوات الأخرى طبعا إذن مصدر هذا الجدول مصدر هو ما هي OMC؟ هي المنظمة العالمية للتجارة Organisation Mondiale de Commerce إذن هذا هو المصدر مصدر لسنة 2018 إذن هذه الوثيقة واحد ثم لدينا الوثيقة جوج الوثيقة جوج هي عبارة عن نص إذن تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أول مستورد وثاني مصدر لأستلع في العالم كما أنها المصدر الأول عالميا للخدمات رغم أن التجارة لا تمثل سوى 27.5% من نتيجها الداخلي الخام وتتركب صادراتها الأساسية من زيوت النفط المكرر والسيارات وقطع الغيار والدارات الإلكترونية المدمجة والهواتف النقالة ثم الخدمات المالية وخدمات النقل أما واردتها الأساس فتشمل السيارات والنفط الخام وأجهزة الهاتف والحواسيب وقطع الغيار وخدمات النقل وخدمات أخرى لفائدة المقاولات شراكاء الولايات المتحدة الأمريكية شراكاء الولايات المتحدة التجاريين الأوائل كما يسجل الميزان التجاري للولايات المتحدة الأمريكية وضعية سالبة حيث تقدر العجز التجاري ب887.3 مليار دولار لكنه تراجع نسبيا ولأول مرة منذ 2013 نتيجة سياسة الحماية الجمركية التي طبقها الرئيس ترامب ضد الواردات القادمة من الصين إذن تاريخ الاطلاع على هذا النص هذا النص هو متوفر في الأنترنت كما تلاحظون يعني من عنوان هذا عنوان انترنت https slash dot oecd point org slash fr slash ايطاوني point htm إذن تاريخ الاطلاع هو 16 جوج 2021 إذن هذا النص متوفر على الانترنت إذن كما تلاحظون هذه وثقتان ولدينا الوثقة التالتة تسجلت الصناعة الغذائية في فرنسا زيادة طفيفة في الانتاج بنسبة 0.3% وخاصة في قطاع الفواكه والخضروات والمشروبات والحليب وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب الداخلي والخارجي على هذه المنتجات بينما تراجع الانتاج نسبيا في قطاع اللحوم ومشتقاتها والأسماك والسكريات بسبب تناقص الطلب الداخلي ومنافسة المنتجات الإيطالية والإسبانية والهولندية وقد حقق الميزان التجاري للصناعات الغذائية فائدا بلغ 5.9 مليار أورو وذلك بفضل زيادة نسبة الصادرات بـ 6.7% مقابل 6.7% للواردات إذن هذا المصدر تابلو تابلو دو لإيكونامي فرانسيز إيديسيون 2019 إذن الوثيقة أربعة حققت الصين حققت الصين سنة 2018 نسبة نمو في ناتجات داخلية الخام بلغت 6.3% محتلة بذلك الرسبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية الخارجية للصين إلى 5.4 مليار دولار بما يعادل 40.3% من ناتجات داخلية الخام ومثلت السلع 85.5% من مجموعة تلك المبادلات الخارجية مقابل 14.5% للخدمات وبالتالي فهي أول مصدر عالمي للسلع بنسبة 12.8% وتاني مستورد لها بنسبة 10.8% وتتركب صادرات الصين من المواد المصنعة بنسبة 93.9% ثم المواد الفلاحية بنسبة 3.4% فالمحروقات والمعادن بنسبة 9.7% كما تحتل الصين المرتبة الثانية عالميا من حيث استقبال الاستثمارات الخارجية المتضفقة عبر العالم هذه الوثيقة 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 مصدرها نوت سور لأيكونامي بالأعمدة إذن تحولون مطاية تأتي الوثيقة إلى مبيان بالأعمدة يعني المبيان طبعا غالبا هذا المبيان يكون على هذه الشاكلة هنا في هذا المكان تضعون القوى الاقتصادية الكبرى هي التي سوف تكون وهنا مثلا الصادرات هنا في هذا المكان الصادرات وهنا الواردات ثم يكون كل عمود لكل قوة اقتصادية يكون على شكل يعني يكون يعني واحد مخصص للصادرات والآخر مخصص للواردات مثلا إذن طبعا ينبغي أن يكون لديكم مختلف الأدوات لإنجاز هذا المبيان قلم الرصاص يعني كذلك يعني مسترى ومنقلاء إلى آخره يعني ينبغي عليكم دائما أن تتوفروا على الأدوات الخاصة بتحويل مبيان بتحويل وثقة إلى مبيان بالأعمدة قد يطلب منكم مثلا تحويلها إلى مبيان دائرة أو نصف دائرة إذن في هذه الحالة تحتاجون إلى نصف دائرة وكذلك إلى آلة حاسبة لأنه لقسمة النسب على الدائرة يعني تحتاجون إلى آلة حاسبة لأنه هناك عملية حسابية ينبغي القيام بها إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول وعليه ثلاث نقاط ثلاث نقاط تمين السؤال الثاني قارن بين القوى الاقتصادية الممثلة في المبيان المنجز من حيث نصيبها في الصادرات وواردات المواد المصنعة عالميا إذن عند إنجاز ذلك المبيان المطالب منكم المطلوب منكم عفوا أن تقارنوا بين القوى الاقتصادية الممثلة في ذلك المبيان المنجز هذا السؤال الثاني السؤال الثالث استخرج من الوثائق ما يلي ألف من الوثيقة جوج مظاهر القوى التجارية للولايات المتحدة الأمريكية ووضعية ميزانها التجاري مع تفسير هذه الوضعية إذن من الوثيقة جوج سوف تستخرجون هذه المظاهر وهذا السؤال تقريبا مجالي لأنه أنتم مطلوب منكم فقط أن تستخرجوا ما يوجد في تلك الوثائق الوثيقة مع تفسير تلك الوضعية مع تفسيرها إذن هذا من الوثيقة هذا السؤال الثالث ثالثا من الوثيقة ثلاثة إذن ستشتغلون هنا على الوثيقة ثلاثة من الوثيقة ثلاثة استخرج وضعية الصناعة الغذائية الفرنسية والعوامل المفسرة لها إذن من الوثيقة ثلاثة سوف تستخرجون وضعية الصناعة الغذائية الفرنسية والعوامل التي تفسر هذه الوضعية ثم تالي تنجيم من الوثيقة أربعة تستخرجون مظاهر النمو الاقتصادي الصيني إذن هذا السؤال هو استخراج من الوثيقة مع بعض التفسير إذن هذا بالنسبة للسؤال الثالث وعليه ثلاث نقاط تمينة أيضا يعني كل ألف بأجيم يعني كل وحدة فيها نقطة السؤال الرابع والأخير بالنسبة للجغرافيا اكتب فقرة انطلاقا من مكتسباتك تبرز فيها مظاهر التباين الإقليمي والتحديات الاجتماعية التي يواجهها كل من الاتحاد الأوروبي والصين إذن المطلوب كانت تكتب فقرة فقرة واحدة فقرة واحدة تبين فيها مظاهر التباين يعني الاختلاف الإقليمي والتحديات الاجتماعية التي يواجهها كل من الاتحاد الأوروبي والصين يعني بإمكانك أن تعتمد على الوطائق وكذلك على مكتسبتك من الدروس إذن هذا هو المطلوب في مجال الجغرافية إذن هذا هو المطلوب لا أقل ولا أكثر يعني نشاط بسيط إذا كنتم مهتمين بمجال الجغرافية فلن تجدوا مشكلة في الإجابة عن هذه الأسئلة ننتقل الآن إلى التاريخ مادة التاريخ إذن مادة التاريخ فيها موضوع مقالي إذن دائما إذا كان الجغرافية اشتغال على الوطائق فالتاريخ يكون موضوعا مقاليا إذا كان أحيانا يكون التاريخ هو الاشتغال على الوطائق يكون التاريخ اشتغال على الوطائق وبالتالي تكون الجغرافية موضوعا مقاليا إذن مادة التاريخ هي موضوع مقالي اكتب حسب اختيارك في واحد من الموضوعين الآتيين إذن دائما في جميع الموضوعات المقالية يكون هناك اختيار بين موضوعين إذن الموضوع الأول موضوع الأول شهدت الديمقراطيات الليبرالية الأوروبية بعد الحرب العالمية الأولى أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية أدت إلى قيام أنظمة ديكتاتورية ساهمت في اندلاع الحرب العالمية الثانية إكتب موضوعا مقاليا تبرز فيه ما يأتي النتائج السياسية للحرب العالمية الأولى ثم مظاهر أزمات الديمقراطيات الليبرالية الأوروبية بعد الحرب العالمية الأولى ثم مساهمة النظام النازي في اندلاع الحرب العالمية الثانية وخصائص المرحلة الأولى من هذه الحرب إذن الموضوع هو حول نتائج الحرب العالمية الأولى وبداية اندلاع الحرب العالمية الثانية إذن يمكن أن القول بأن موضوع هذا الموضوع هو مرتبط بما بين الحربين الحرب العالمية الأولى نتائج الحرب العالمية الأولى وما بين الحربين ما بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية إذن هذا الموضوع الأول إذا كانت لديكم معرفة كبيرة بمسألة الحرب العالمية الأولى وما بين الحربين لديكم معطيات كثيرة إذن من الأفضل الاشتغال على هذا الموضوع من الأفضل الاشتغال على هذا الموضوع إذن دائماً سوف أنتم سوف تركزون على الموضوع الذي لديكم مكتسبات كبيرة فيه الموضوع الذي لديكم مكتسبات معرفية ودراية بالتفاصيل التاريخية وكذلك السنوات إذن تركزون على الموضوع الذي تظنون أن لديكم مكتسبات معرفية كبيرة فيه وللتأكد من ذلك تأخذون ورقة الوساخ وتكتبون مثلا المعلومات الراسخة بدهنكم بخصوص الحرب العالمية الأولى بخصوص أحداث ما بين الحربين والحرب العالمية الثانية ثم ترون أيضا الموضوع الثاني وجه المغاربة الاحتلال الأجنبي والاستغلال الاستعماري للبلاد بمقاومة مسلحة وسياسية انتهت بالحصول على الاستقلال سنة 1956 اكتب موضوعا مقاليا تبرز فيه ما يأتي المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الأجنبي ما بين 1912 و 1934 آثار الاستغلال الاستعماري على المجتمع المغربي تطور النضال الحركة الوطنية المغربية ضد الاحتلال الأجنبي ما بين 1934 و 1956 إذن هذا هو الموضوع الثاني إذن إذا رأيتم بأن الموضوع الثاني لديكم معلومات غزيرة في الموضوع الثاني أكثر من الموضوع الأول إذن قوموا بإنجاز الموضوع الثاني بمعنى الموضوع الثاني يتعلق ببلدكم إذن من المفترض أنه لديكم مخزون معرفي كبير يعني عن الوضعية الاستعمارية التي تعرض لها المغرب إذن إذا كنتم ترون أن لديكم مخزون معرفي كبير يخص الموضوع الثاني إذن قوموا بإنجاز الموضوع الثاني إذن على مسألة مرتبطة بالخزان المعرفي يعني مدى المعلومات الحاضرة في أدهانكم في لحظة الامتحان يعني إذا كانت المعلومات أكبر بالنسبة للموضوع الأول اكتبوا في الموضوع الأول إذا كان في الموضوع الثاني اكتبوا في الموضوع الثاني ثم يعني تبقى مسألة أيضا الاستعداد يعني قد ترون أنكم أكتر جاهزية للكتابة في الموضوع الأول من الموضوع الثاني هي مسألة اختيار هناك بعض التلاميذ يقعون في حيرة يكتب في الموضوع الأول أيا كان الموضوع يعني ليس بالضرورة هذين الموضوعين يكتب في الموضوع الأول ثم بعد أن يقضي ساعة أو أكثر من ساعة في الموضوع الأول يغير رأيه ويذهب إلى الموضوع الثاني وهذه مسألة يعني إذن التلميذ هنا يعني ليس لديه اليقين في معلوماته وليس لديه يعني هذه مهارة أيضا هذه مهارة يعني أن تكون تحت ضغط الوقت وينبغي عليك أن تختار يجب أن تختار موضوعا واحدا وليس الموضوعين هذه أيضا مهارة الإنسان في الحياة يكون معرض لاختيارات يعني يكون في وضعية الاختيار عليه أن يختار بين شيئين أو بين أكثر من شيء يجب أن يختار شيئا واحدا أحيانا في الحياة بإمكانك أن يعني أن تختار أكثر من شيء يعني حسب الشيء يعني لكن هذه أيضا مهارة يعني بغي عليكم كتلاميذ أن تضبطوا هذه المهارة مهارة الاختيار ستكون حاملة للبكالوريا عليك أن تضبط مهارة الاختيار أن تختار الذي يناسبك والذي يمكنك أن تعطيه فيه طبعا يعني هناك بعض التلاميذ يشتكون بأن هذه المسألة الاختيار تؤثر ما تؤثر إذا أثرت عليك أنت إذن فيعني المشكلة فيك أنت ينبغي أن تختار لديك يجب أن لا يتجاوز وقت اتخاذ قرار الاختيار عشر دقائق ترى الموضوع الأول ترى المعلومات التي تتوفر لديك موضوع الثاني المعلومات التي تتوفر لديك في دهنك في دهنك وليس في جيبك في دهنك يعني في مخك معلومات التي تتوفر في مخك يعني تحاول أن تكتبها في ورقة الواساخ إذا رأيت أن هناك معلومات جيدة إذن الموضوع الذي تتوفر لديك معلومات كثيرة أنجزه وأفضل شيء أفضل شيء أن تكون فعلا مستعدا بشكل كافي وتكون لديك معلومات كافية في الموضوعين وفي هذه الحالة ستقرر بناء على ضوقك هنا مسألة الضوق عندما تكون لديك معلومات متوفرة في كل الموضوعين تبقى مسألة الضوق هنا إذن هل تحب أن تتكلم عن يعني وضعية الاحتلال يعني التي واجهها المغاربة هتحب أن تتكلم في هذا الموضوع وتتكلم عن المقاومة المسلحة وأثر الاستغلال الاستعماري وتطور نضال الحركة الوطنية المغربية يعني إذن تبقى مسألة الضوق إذن تحب أن تتكلم عن بلدك أو تتكلم عن يعني نتائج الحرب العالمية الأولى والأزمات الديمقراطية يعني بعد الحرب العالمية يعني الوضعية الوضعية الأوروبية والعالمية ما بين الحربين ثم يعني اندلاع الحرب العالمية التانية إذن تبقى مسألة الضوق إذا كانت لديك معلومات غزيرة ومتوفرة وهذا هو المطلوب فيكم هذا هو المطلوب كطلبة كتلاميذ وكمستعدين لامتحان البكالوريا إذن ينبغي يعني أن تبقى مسألة ضوق في جميع الحالات يعني إذا احترمتم سوف نرى في عناصر الإجابة سوف نرى عناصر الإجابة على ماذا يعتمد المصحح في التنقيض يعني في كلتا الحالتين في أي موضوع اخترتمه يعني عناصر الإجابة إذا ضبطتم إذا احترمتم عناصر الإجابة تحصلون على النقطة الكاملة عشرة على عشرة ممكن وارد جدا ونادر الحصول على عشرة على عشرة لكن على الأقل تسعة على عشرة أو تمنية على عشرة هي نقطة جيدة إذن كان هذا هو الامتحان الوطني الموحد لمادة التاريخ والجغرافية كما أقول يعني هناك بعض التلاميذ الذين يعلقون على هذا العملية عملية قراءة هذا الامتحان الوطني ويقول بأنها لا فائدة منها بالنسبة للتلاميذ الذين يروا أنه لا تفيدهم يعني هم غير ملزمين بمشاهدة هذا العرض طبعا غير ملزمين لكن يعني صدقوني هناك الكثير من التلاميذ الذين يعني يفيدهم هذا يفيدهم هذا كيف يفيدهم هذا يعني مسألة الاستئناس يعني أنا أستأنس معهم المراجعة هذا الامتحان الوطني لأن هناك الكثير من التلاميذ يشعرون بالملل وبالتالي لا يكملون حتى قراءة ثلاث ورقات أو أربع ورقات إذن عندما أقرأ معهم طبعا هم قادرين على القراءة أكيد يعني مرشح البكارورية سوف يكون قادرا على القراءة فليست وظيفتي أن أقرأ معهم أو أقرأ لهم لا ليس ليس هذا وإنما هي مسألة الاستئناس الاستئناس بالقراءة فالتلميذ الذي يطالع مثلا هذا العرض أو هذا الفيديو فأنا أقرأ معه فهو أيضا يقرأ ويعرف القراءة لكن على العموم أرجو أن يكون هذا العرض مفيدا بالنسبة لكم بالنسبة للذين وصلوا إلى هذه النقطة من العرض أرجو أن يكون مفيدا لهم وأشكركم جميعا على حسن تتبعكم ونلتقي مع عرض جديد نلتقي مع عناصر الإجابة لهذا الموضوع أولا وبعد ذلك نلتقي مع امتحار وطني آخر شكرا شكرا